معلوم أن الله سبحانه اصطفى الكرآن على سائر الكتب وعلى بقية الكتب وجعله وعاء لكل الكتب السماوية السابقة وتحدث عنه بالتنزيه وبالحفظ وبالعظمة في آية كلها عظمة فقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأيضا سجل الله الإصطفاء لما اصطفى هذه الأمة من بين الأمم السبعين السابقة وسجل سمتها وصفتها يتعبد بها إلى يوم القيامة فقال سبحانه فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس واصطفى الله لنبيه صحابته لذلك جاء تسجيل الإصطفاء في قوله الخالد من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا واصطفى الله من هذه الأمة حفظة لكتابه ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى ثم أورسنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فحفظة القرآن هم أناس اصطفاهم الله لهذه المنزلة ولهذا الشرف العظيم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ترجمة نانسي قنقر